أتقل مع حضراتكم للقوات المسلحة المصرية والنهاردة بدأت بالفعل تتلقى طلبات العمل بمحور أو بتنمية مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة واللي هيستمر الباب مفتوح لمدة أسبوعين عشان نعرف تفاصيل أكتر عن الوظائف المتاحة وكيفية التقديم وكل التفاصيل حول هذا الموضوع أرجو من حضراتكم تتابعوا التقرير التالي بدأت ممي مشروع مصر القومي حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط تستكمل الدولة وعودها للمواطنين حيث قامت القوات المسلحة بفتح باب تلقي طلبات للتحاقد فرص العمل بالقناة الجديدة من اليوم ولمدة أسبوعين وفق إجراءات محددة قدمت بحس بالبطاقة والرخصة خدوا هم مني البطاقة وخدوا مني رقم التليفون وقالوا هنيجي بحيث أن فيه اقتبار بعد كده إذا كنت أنا سواء أو مؤاهل للشغل ده أو غير مؤاهل للشغل ده جميع المتقدمين لوظائف العمل بالمحور الجديد أكدوا أن المعيار الأساسي للاختيار هو الخبرة والكفاءة للعمل في المشروعات القومية رحت كل الوظائف بقالي سنة ونصف كل يقول لي وسطتك مين؟ من غير أي شيء أنا واسط من قوات المسلحة أن أنا كنت واحد من أبناء قوات المسلحة من سنة 81 لغاية 84 فأنا عارف إيه الجيش وإيه معي تجيش وإيه رجل تجيش وإيه كلمة تجيش هنا ما فيش كواسطة يا فندم فيه فنن صدق فعلا وأمانة مش لازم يكون معي وسطة عشان خدر أتوظف لعب العكس فيه كفاءة وفيه فعلا موضوع جد ومن شروط التقدم للوظائف المطلوبة أن يتراوح سن المتقدم من 25 سنة حتى 55 سنة وهو ما أشاد به المواطنون المتقدمون لشغل الوظائف واقترحوا تعميمه في كافة المؤسسات والوزارات أنا جيد بالنسبة أنهم طلبين سن ما فيش أي شركة أو أي جهة حكومية طلبها اللي هو السن من 25 ل 55 أنا راجل عني 37 سنة ما فيش أي شركة بتقدم أو أي وظيفة حكومية بتقدم بتقول لك أنا عايز 30 سنة أنا بعتبر أن من فوق 35 مهمش وما فيش حد بيجيب سرطه كله بيطالب التعيين بينزل لغاية 30 سنة طب اللي فوق 30 ده لغاية 55 وخمسة وخمسين يعمل إيه؟ خطوات جدة وسريعة تقوم بها الدولة لإعادة الثقة بينها وبين مواطنيها واستيعاب أعداد البطالة الكبيرة في فترة زمنية قصيرة فقناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم ولأبنائها أيضا أي جمال الدين البيت بيتك